كان نبي الله أيوب عليه السلام رجلاً واسع الثراء أنعم الله عليه بنعم كثيرة وكان يحسن الشكر على النعمة وتعينه على ذلك زوجته الصالحة رحمة سامر خذ مني يا بني لا داعي الكل أمامه طعام وفين بفضل الله زيادة الخير أفضل اسمع يا بني حاول أن تتأكد أن أباك ينال شيئاً من الطعام تعرفينه أكثر مني يا أمي لا يأكل حتى يتأكد من إطعام الضيوف أولاً تفضل السلام عليك يا بني وعليك السلام يا عماه هل من خدمة أؤديها لك؟ إنني جائع وسمعت أن بهذه المدينة نبياً يقدم الطعام لمن يطلبه هذا صحيح ولكننا للأسف فرغنا الآن من الوليمة شرفنا في الغد إن شاء الله شكراً لك على كل حال انتظر يا سيدي أرجوك إن ولدي لم يقصد أبداً اذهب يا سامر واسبح أكبر كبش لدينا وأعد الوليمة في الحال لضيفنا الكريم لا داعي للتعب يمكنني أن أنتظر حتى الغد سمعك نبي الله أيوب وبكى قائلاً أأبيت شبعان وفي بيتي ضيف جائع ثم أمرني أن أستبقيك يملك المال والحقول ثم ينشغل بغريب طاعن في السن مثلي الملك لله وحده يا سيدي ما نحن إلا عبيد وإماء تفضل معي فنبي الله أيوب يصر على أن يخدمك بنفسه لماذا لم تحضر يوم أمس وليمة نبي الله أيوب يا حالك كنت مشغولاً في التجارة طوال اليوم أنصحك ألا تضيع منك وليمة اليوم فالطيبات هناك كثيرة لا أفهم لماذا ينفق أيوب كل ثروته على إطعام الناس وكسوتهم وعلاجهم إنه يتقرب إلى ربه يا رجل هل تظن ذلك يا سيدي؟ بالطبع وإلا فلماذا يضيع ماله؟ من أنت أيها السيد؟ أنا تاجر من بلاد العجم لم تقل لنا رأيك في النبي أيوب آه لا داعي أفضل أن أحتفظ به لنفسي لقد شوقتنا أكثر لمعرفة رأيك أرى أن أيوب يتظاهر بطاعة الله وليس مخلصاً في عبادته هذا أغرب رأي سمعت كيف؟ اشرح لنا أكثر إن الرجل الغني لا يضيره أن ينفق ماله ليشتري به مديح الناس لو كان أيوب فقيراً لعرفتم معدنه الحقيقي وقضت مشيئة الله تعالى أن يمتحن نبيه أيوب امتحان الصبر وبدأ السؤال الأول في ذلك وكان الامتحان الأول امتحان الحقل حقول أيوب تحترق حقول أيوب تحترق أيها الناس أيها الناس أعينونا بالماء سلم يا رب الفتاة هيا بنا نساعدهم هل نلقي بأنفسنا وسط النار؟ هممم معك حق إن أيوب نفسه ترك أرضه تحترق ولم يخرج من صلاته ليحاول أنقاذ ماله يا لها من كارثة ضاعت ثروة أيوب بأكمالها الآن نستطيع أن نحكم على حقيقة تدينه ستثبت الأيام لكم أنني على حق احذر يا سيد أن تلمسك النار لا تخف علي من النار بل أخاف على أيوب صاحب الأرض المحترقة ما كان ينبغي أن تخاطر بحياتك يا ولدي على هذا النحو إنها أرض يا أمي بل هي أرض الله يا بني وما جرى فيها قضاء الله هل كان الأصوب أن أترك الأرض تحترق دون إنقاذها؟ بل الواجب عليك يا بني أن تحمي أرضك وتصونها وتمنع عنها الأزى والخراب وتحرص على إعمارها من جديد فقط لا تفرط في نعمة الحياة فهمتك يا أمي سأحاول أن أزيل آثار الحرق مع إخوتي ثم نبدأ في الزراعة مرة أخرى يحميك الله يا بني ويرعاك هل أبي بخير؟ الحمد لله لم تفارق ابتسامة الرضا ليتك تقتدي به وتمنع هذا العبوس عن وجهك إنني حزين يا أمي على احتراق الأرض لا يحزن المؤمن إلا إذا أزنب أو فرط في جنب الله أما الدنيا فهي زائلة يا بني يا سيد حراني أين تذهب في جوف الليل؟ ذاهب لزيارة نبي الله أيوب لأواسية لتواسيه وما الداعي لقد فقد الرجل الطيب أرضه وماله لديه من الأولاد عشرة ويستطيعون إعمار الأرض وإعادة المال أضعافا يا لها من كارثة مروعة آه كيف مات الأولاد العشرة في يوم واحد؟ يقولون إن ساعقة هبطت من السماء وقضت عليهم جميعا هناك من يقولون إنهم مريضوا بوباء عجيب شش اصمتي إن رحمة قادمة البقاء لله يا رحمة نعلم أن المصيبة كبيرة إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله استرد الحق وديعته والحمد لله على كل حال يا له من جبل صامت عمن تتحدث يا حوران؟ عن نبي الله أيوب فقد أولاده العشرة ودفنهم بيده ثم نهض إلى صلاته وعبادته بينما كان نبي الله أيوب يصلي لربه ويسأله سلامة القلب كان الشيطان إبليس يبحث عن وسيلة جديدة يحارب بها النبي الكريم لن تذهب معي لنزور نبي الله أيوب ونحاول أن نخفف عنه ما هو فيه وماذا جرى له؟ ألا تعرف يا رجل إنه فقد ولده بعد ماله ما دمت معه صحته يستطيع تعويض المال والولد هذا صحيح الصحة أهم من المال وأهم من الولد وعيوب قوي منفور الصحة لا تشعر أبدا عندما تراه أنه في سن سبعين أهو في هذه السن حقا؟ يبدو لي أصغر بكثير صفاء القلب ينعكس على وجه صاحبه ترق لحال أيوب وهو أفضل منك حالا ليتك تملك نصف قوته وصحته رحمة؟ أصحيح ما جرى لزوجك؟ نعم أصيب بمرض شديد لا ندري له سببا أعرف أنه يقوم في جوف الليل ليصلي والجو شديد البرودة ربما تعب لهذا السبب ليس مجرد برد إنه يتألم بشدة وبدلا من الصراخ يردد لفظ الجلالة في خشوع اهدئي يا رحمة لكل داء دواء ما يخيفني أن جلده يصق وكذلك أجزاء من لحمه إلى هذا الحد يا له من مرض شديد أهام أيكون معديا؟ لا أدري ولا يشغلني أن تصيبني العدوى أنا فداء له نصيحتي لك أن تكوني على حذر لا أريد أن أتأخر عليه ربما احتاجني في شيء أتمكثين معه طوال الوقت لخدمته؟ هذا واجبي وأقل من الواجب أرجوكم يا سادة كيف تطردون نبي الله من بيته ومن قريته؟ إنه رجل مريض ومرضه شديد الخطورة وسوف يؤذي القرية بأسرها تكلم يا سيد حوران قل شيئا ربما القوم على حق يا ابنتي فهم يمنعون الأذى عن أنفسهم وأولادهم نبي الله أيوب صار في أعينكم أذى عندما يشفى بإذن الله سيعود إلى بيته ونستقبله جميعا أهذا آخر قول لديكم؟ المصلحة تقتضي حماية المجموع حتى لا يتحول المرض إلى وباء وإلى أين نذهب؟ اذهبوا خلف تلك الجبال البعيدة إنها أرض مهجورة قد تسكنها الزئاب والحوش إذا كان زوجك نبيا بحق سيحميه ربه إنسان في هذا المكان الموحش السلام عليك يا ابنتي إنني طبيب ماهر في علاج الأمراض المستعصية كنت أجمع من هنا بعض النباتات نادرة أرجو أن لا أكون قد أزعجتك انتظر أيها الطبيب إن زوجي مريض للغاية وحاولت علاجه بكل الطرق دون فائدة ما هي أعراض المرض؟ لحمه يسقط من جسده ولم يبق منه إلا العزم والعصب هذه حالة نادرة لا يعالجها غيري أتوستل إليك أن تعالجه وسأعطيك ما بقي لدي من ذهب لا أحتاج إلى الذهب وإنما تخفيف آلام الناس هو أجري وثوابي بارك الله لك يا سيد الطبيب العلاج أن يقتل ذبابه ويطحنها ثم يركع أمام صنم لبعض الوقت زوجي نبي الله أيوب ويستحيل أن يقبل الرقوع لغير الله بل يجب أن يفعل ذلك إذا أراد الخروج من محنته الموت عنده أهون مما تقول ابتعد إنك إبليس رجيم كان نبي الله أيوب عليه السلام طوال هذه السنين يرقد من المرض ليس في بدنه عضو سليم إلا لسان يذكر الله وقلب ينبض بالصبر والإيمان يا حبيبي وزوجي وسيدي أنت نبي الله مجاب الدعوة فلماذا لا تدعو لنفسك بالشفاء؟ أجابها نبي الله أيوب إنه يستحي من طلب الشفاء خشية أن يكون اعتراضا على قضاء الله على الأنبياء أن يصبروا ويحمدوا الله على كل حال أعرف ولكنك تعاني من المرض منذ سنوات طويلة تعبنا من عدها قال نبي الله إن الله قد من علي بالصحة سبعين سنة ألا يكون من الأدب أن يصبر سبعين عاما مثلها؟ هل تنوي أن تصبر سبعين عاما كاملة؟ كلما ادخرناه نفس بأت كل حلي وملابسي الزائدة ولا أعرف ماذا أصنع في الغد صديقتنا رحمة جاءت كيف تعرفتي عليها؟ وهي بهذه الملابس القديمة الخاشنة أرى أطراف ظفائرها الذهبية نعم كانت رحمة دائما أجمل النساء وأطولهن شعرا شعرها ينساب كخيوط الذهب السلام عليكم ليس معي نقود لأشتري شيئا يا رحمة وأنا لم آتي لأبيه إنما لأطلب العمل عمل؟ أي عملين؟ أستطيع حلب الماشية أو حياكة الملابس أو إعداد الطعام عندي جارية تعمل كل هذا لي دون أجرين لا يصح أن نتحدث هكذا مع صديقتنا رحمة إذن تحدثي أنت وحدك معها آسفة يا رحمة ليس عندي عمل يناسبك إنني في أمست الحاجة إلى المال ما رأيك أن تبيع لي زفيرتيك الذهبيتين؟ ما أخبار أيوب؟ ألا يزال على حاله؟ بكل تأكيد إنه لا يقدر حتى أن يذهب إلى الخلاء إلا وزوجته تمسك بيده يا لها من حياة صعبة في رأيي أن الموت السريع أفضل من هذا المرض لماذا لا ينعم عليه ربه بالشفاء؟ لابد أنه ارتكب ذنبا عظيما لا يغتفر ولهذا فربه يعاقبه عليه طوال حياته كلام معقول ولكن ترى ما هو الذنب الشديد؟ لقد كان أيوب دائما رجلا صالحا هذا في الظهر لنعرف ماذا يخفي علينا نعم صحيح الناس أسرار أيوب الذي ظنناه صالحا يرتكب أعظم الذنوب سمعت اليوم ما آلمني إنهم يتقورون عليك ويتهمونك في إيمانك قال لها نبي الله أيوب إنه لا ينشغل بما يقول الناس ما دام رب الناس غير غضبان عليه يعتقدون أن الله غاضب عليك ولهذا لا يمن عليك بالشفاء أثبت لهم أنهم كاذبون ادعوا ربك أن يشفيك غضب نبي الله أيوب من إلحاح زوجته وتدخلها في علاقته مع ربه لكنه لزم الصمت لماذا لا تجيبني؟ ألا تسمعني؟ أحس نبي الله أن زوجته قد تجاوزت ويجب تأديبها لكنه لا يقدر فقال لو شفاني الله لأجلدنك مئة جلدة أهذا جزائي يا أيوب؟ تجلدني مئة جلدة؟ لأنني أريد لك الراحة والشفاء سامحني يا رب باعت السيدة رحمة كل ما كانت تملك من حلي ومتاع وأجرت نفسها للعمل خادمة في البيوت لتجد ما تطعم به نفسها وزوجها رحمة لماذا جئتي متأخرة؟ عفواً تعرفين أنني أنتظر زوجي لأخدمه ثم آتي على الفور هذه الظروف لم تعد تناسبني أريد خادمة مقيمة أطلبها وقت ما أريد سأحاول التبكير فيما بعد يا سيدتي قلت إني لم أعد في حاجة لخدمتك وأين أذهب الآن؟ هذا شأنك وحدك أيمكنني أن أستعير رغيفاً من الخبز وأرده فيما بعد؟ تعرفين أن لكل شيء ثمناً وهل عندي ما أقدمه لك؟ شعرك هذا المنساب كخيوط الذهب ما حاجتك به؟ شعر المرأة زينة لها الزينة أهم أم الخبز؟ لماذا استدعيتنا يا صعباء؟ لا شيء أردت أن أدعوكنا لتناول الطعام معي ستأكل الخادمة معنا؟ لا إنها ستبيع لي شيئاً ما بكامل إرادتها أليس كذلك؟ تفضلي خصي ضفيرة التي اتفقنا عليها هل اشتريتي منها ضفيرة من الشعري؟ نعم مقابل رغيف كامل من الخبز وهل وافقت يا رحمة؟ لا أرغمها على شيء إن لم تكن موافقة فلتعترض أو تقاوم أين الخبز؟ تفضلي بالهناء والشفاء وخذي بعضاً من اللحم أيضاً هل تسمح لي أن أطعمك بيدي يا سيدي وزوجي؟ سألها النبي الكريم من أين أتت بالطعام؟ أخذته من امرأة في القرية لقاء عمل أديته له عاد النبي الكريم ينظر إليها وقد شعر أنها تخفي عنه شيئاً سق يا سيدي أنا لم أفعل ما يغضبك مني ولا أتساءل الطعام أبداً بل دائماً أعطي أكثر مما أخذ كل وأنت مطمئن نفيز الطعام من بيتي ما رأيك في ظفيرة جديدة؟ وقد ثبتها في رأسي كنت أسأل عن الطعام يا صعباء أنت الآن تملكين ظفيرة واحدة وأنا كذلك لا أحد فينا يستفيد بالظفيرتين معاً أتقصدين؟ بالضبط تبعين لي الظفيرة الثانية لقاء المزيد من الخبز واللحم إنني لا أدري ماذا أقول حسناً فكري في الأمر الطعام موجود هنا في أي وقت موافقة أخذي ما تبقى من الشعر هكذا تقتضي الحكمة الطعام أجدى وأهم إنني أفعل هذا من أجل خاطرك فقط ليرحمنا الله وعادت رحمة إلى زوجة نبي الله أيوب لتطعمه وتخدمه أرجوك يا سيدي وحبيبي أن تتناول شيئاً من الطعام فالجو شديد البرودة كل لأجل خاطري عاد نبي الله يسألها من أين أتت بالطعام قدمت خدمة لنفس المرأة وأعطتني طعاماً بمقابلها لاحظ النبي الكريم خوف زوجته فطلب منها أن تنزع حجابها إنني إنني عاد النبي الكريم يؤكد أمره لها لقد اضطررت لذلك لم يكن أمامي خيار آخر إما صحتك واستمرارنا في الحياة وإما زينتي سألها النبي الكريم لماذا لم تخبره بالحقيقة خشيت أن ترفض بيعي لشعري وما كنت أهتمل أن أراك جائعاً أرجوك أن تسامحني هناك نظر أيوب إلى السماء وهو يبكي ودعا ربه قائلاً رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يا له من جو عاصف الرياح شديدة اليوم أخشى أن تفسد شعري شعرك تقصدين شعر رحمة لقد صار شعري من اليوم اشتريتي الظفيرة الثانية انظري بنفسك الظفيرتان انتظري يا فتاة لا تذهبي بعيداً أين أنت؟ أين ذهب الظفائر الجميلة لن أعود إلا بها ما هذا الصوت المخيف؟ دخلت رحمة إلى خيمتها فلم تجد نبي الله أيوب كان قد تحامل على نفسه وصار وحده إلى نهر بعيد نزل في الماء وشرب واغتسل فذهبت عنه كل القروح وخرج سليماً معافأ عندها وجد أمامه ثوباً من الجنة أيها الرجل الطيب ألم تر زوجي؟ ابتسم لها نبي الله أيوب دون أن يرد إنه رجل مريض فيه شوه منك ولكن عاد نبي الله أيوب بالابتسام قائلاً ألم تعرفيني بعد؟ زوجي وسيدي نبي الله أيوب الحمد لله الذي شفاك وعفاك وردك إلى أفضل حال نظر نبي الله أيوب إلى السماء فوجدها تمتلئ بجراد من الذهب الخالص فأخذها يضمها إلى ثوبه ويكسر منها يا نبي الله ألا يكفيك ما أخذته من الذهب؟ قال لها نبي الله أيوب وهل يكتفي المرء من فضل الله؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين لا أدري ما حاجتنا إلى القش ومعنا كل هذا الزهب ولكني لن أناقشك بعد الآن ابتسم نبي الله أيوب وهو يتناول منها أعواد القشر رفيعة يجب أن أذكرك يا سيدي بأنك قد أقسمت بتأديبي وجلدي مئة جلدة إذا ما شفاك الله قال لها النبي أيوب إن الله أرحم بنا من أنفسنا أمرني الله أن أضربك ضربة واحدة بأعواد القشر هذه فلا أوذيك وفي الوقت نفسه أكون قد أديت قسمي لم أشعر بالألم مطلقا أهكذا انتهى عقابي؟ كم أنت رحيم يا الله قال نبي الله أيوب الحمد لله الذي هدانا إلى مقام الصبر وأعاننا عليه وأرانا في دنيانا جزاء الصابرين إن أبانا أيوب ينتظرنا للصلاة حاضر يا أخي رحيم سأخبر بقية إخوتنا العشرة حتى لا نتأخر عليه أتعلم أن لنا عشرة إخوة آخرين ينتظروننا في الجنة بإذن الله؟ نعم أخبرتني أمي رحمة بذلك خير الله أبانا بين أن يعيد له أولاده العشرة أو أن ينجب غيرهم واختار أبيك عادته الاستزادة من الخير والشكر ها هي أمي تقف عند الباب أسرع يا أبناء أيوب فموعد الصلاة قد حان ولا يصح للمؤمن أن يتأخر عن ملاقات ربه واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب بعد هلاك قوم سيدنا هود عليه السلام جاء من بعدهم قوم نحتوا بيوتا في الجبال وسكنوها وبدأوا بالاستقرار واجتمع أغنياء القوم لاختيار قائد لهم لم أدعوكم لتناول الطعام والشراب فقط وإنما لأمر مهم إن كل قبيلة يجب أن يكون لها سيد يختاره علية القوم ليصرف أمورهم ويتحدث باسمهم بين القبائل هذا أمر في غاية الأهمية رجل يقضي بين الناس بالحكمة والعدل ويصلح الأمور المعوجة هل يجب أن يكون السيد من أصحاب المال والحسب والنسب أظن هذا ضروريا لنقبل سيادته علينا ما رأيكم في صالح؟ صالح؟ ولم لا؟ لا ينكر حسبه ونسبه وأطلاقه الكريمة وأدبه الجم إنه المرجو فينا للسيادة والرئاسة ولكن يعيبه شيء خطير لا يزور الآلهة ولا يقدم لها القرابين ووقع اختيارهم على سيدنا صالح عليه السلام فقد أرسله الله إلى قوم ثمود فجمع قومه للحديث معهم قال صالح عليه السلام السلام عليكم يا قوم ثمود أهلا بك يا سيد صالح طلبت أن تجتمع بنا خيراً قال صالح عليه السلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ هل سمعتم قوله؟ يا صالح كيف نعبد الله وحده وندرك ما كان يعبد آباؤنا واجدادنا من آلهة؟ قال صالح عليه السلام هذا شرك بالله وذنب عظيم يجب أن تستغفروا الله عليه وتتوبوا إليه توبة نصوحة وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب ونحن الذين تصورنا أنك تأتي لطلب السيادة والرئاسة اسمع يا صالح لقد كنت فينا مرجوا قبل كلامك هذا وكنا نفكر في أن نوليك علينا سيداً وإن كنت تفكر في المال أعطيناك ما تطلب قال صالح عليه السلام أنا لم أسألكم أجراً ولا منصباً وإنما أنا رسول من الله إليكم أهديكم إلى الحق وأحذركم من عاقبة الفساد كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ولماذا نعبد إلهك وحده ونترك بقية الآلهة قال صالح عليه السلام أية آلهة إنها مجرد حجارة لا تنفع ولا تضر لا تعاند أنفسكم وتذكر نعم الله عليكم عن أي نعم تتحدث؟ قال صالح عليه السلام وما الذي يجعلنا نصدقك؟ هل يعقل أن يكون كل الآباء والأجداد على باطل وأنت الوحيد على الصواب؟ قال صالح عليه السلام يا قوم لقد جاءني من الله وحي ويقين ولماذا يأتي الوحي لك أنت بالذات من بيننا؟ قال صالح عليه السلام يا قوم إني أدعوكم لنفعكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة يا رجل لماذا لا تنحز إلى رأي الأكثرية؟ قال صالح عليه السلام ومن الذي ينصرني من الله إن عصيته؟ أنت كاذب يا صالح قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تذعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير لماذا خالفت قومك يا سيد صالح؟ لقد كانوا يريدونك سيدا عليهم قال صالح عليه السلام لقد أرسلني الله تعالى لكي أدعو الناس جميعا إلى عبادته وماذا يريد هذا الدين من أتباعه؟ قال صالح عليه السلام يريد الله منا أن يحسن الغني إلى الفقير وأن يحمي القوي الضعيف ويكون الناس جميعا سواسية في ميزان العدل نعم ولكن ما الهدايا والقرابين المطلوبة؟ قال صالح عليه السلام الله سبحانه وتعالى يعطينا من فضله ولا يطلب منا شيئا إلا أن نتقيه ونحسن لأنفسنا ولكن إذا كان الكبراء والأغنياء قلوبهم قاسية ماذا يفعل أمثالي؟ قال صالح عليه السلام يستمرون على الصبر والإيمان وحسن الخلق وسينصرهم الله ولو بعد حين ما أطيب حديثك يا سيد صالح؟ هل يجوز لي أن أنضم إلى دعوتك؟ قال صالح عليه السلام بالطبع يا بني شكرا شكرا يا سيد صالح هل سمعتم ما قاله صالح؟ وكنتم تريدون أن تجعله سيدا على ثموت ستصيبه الآلهة باللعنة والويل جزاء لافترائه عليها نحن في مصيبة كبيرة لا تهول الأمور يا سيد الكاهن فصالح لا يدعو إلى شيء منكر ولكنه كفر بآلهتنا وطلب منا أن نعبد ربه وحده آه أنت تخشى على عملك إذن بل أخشى على ثمود كلها دعوة صالح ستحط من شأننا جميعا وتساوي بيننا وبين الخدم في هذه معتحة وستفسد التجارة وتخسرون أموالكم إلا هذا لقد تعبنا في جمع الأموال إذن يجب أن نتحد جميعا لبحارب دعوة صالح واستمر سيدنا صالح عليه السلام في دعوة قومه ولم يستجب له إلا فقراؤهم وضعفاؤهم وهذا ما جعل قومه يستهزئون به ما هذا الكلام العجيب أنت يا صالح واحد من السادة الكرام فما الذي تفعله في نفسك؟ قال صالح عليه السلام اتقوا الله ربكم وانظروا إلى ما تفعلونه أنتم في أنفسكم فيدي الكه ما الذي جرى لصالح؟ مسكين إنه مسحور مسحور؟ إذن هو لا يعي ما يقول كنت أشعر أنه غير طبيعي أيها الناس أنتم تتبعون رجلا مسحورا أتباع صالح يتزايدون في كل يوم رغم أنه مسحور وأنت أعلنت للناس ذلك المشكلة أن أتباعه لا يصدقون بأنه مسحور ويظنونه نبيا مرسلا من ربه قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين هل تسمحون لي بالكلام؟ ومن تكون؟ تاجر ذهب وفضة من أرض مجاورة تفضل بالحديث أيها السيد يجب أن تعجز صالح وتجعله يبدو كاذبا أو ضعيفا أمام قومه نعم الرأي سنرسل إليه ونطلب منه طلبا خارقا لا يقدر عليه نعم نعم يجب أن يبرهن على نبوته ولكن أي طلب خارق؟ قال صالح عليه السلام طلبتم رؤيتي أرجو أن يكون الله قد هداكم وأرشدكم إلى الحق اسمع يا سيد صالح أنت تقول إنك نبي مرسل من عند ربك ونحن نشك في هذا الأمر فما الذي يقطع الشك باليقين؟ قال صالح عليه السلام ماذا تريدون؟ هل ترى هذا الجبل الضخم هناك؟ قال صالح عليه السلام بالطبع أراه عظيم أخرج لنا من جوفه ناقة كبيرة قال صالح عليه السلام ناقة تخرج من جوف الجبل هل يصعب هذا على ربك؟ قال صالح عليه السلام سبحانه على كل شيء قدير عظيم أدعوه أن يخرج لنا الناقة وإذا كنت نبيه بحق سيستجيب لدعوتك قال صالح عليه السلام حسنا سأدعو الله بذلك لقد أعجزناه تماما أمامه مهلة حتى يوم غد فإن لم تخرج الناقة من الجبل انتهى صالح يجب أن نجمع أهل ثمودة في الفجر ليروا بأنفسهم فشله وضعفه ونقدم بعض الطعام للناس احتفالا بفوزنا عليه وأمضى سيدنا صالح عليه السلام الليلة كله يدعو ربه أن يظهر الآية التي طلبها قومه رغم استحالة طلبهم وتعجيزهم له واجتمع القوم جميعهم بانتظار انتهاء خلوة سيدنا صالح عليه السلام حتى يروا معجزته ها هو أول ضوء للنهار ولم يحدث أي شيء وهل من المعقول أن يلد الجبل ناقة؟ إنها مجرد فكرة خيالية واهتز الجبل وذعر القوم وما هي إلا لحظات حتى انشق الجبل وظهرت لهم الناقة سبحان الله إننا لا نصدق هذا أحق لا نصدق لقد بصر الله من لها قال صالح عليه السلام لقد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب وبينما سيدنا صالح عليه السلام مشغول بتعليم قومه دينهم جاءه كبار القوم قال صالح عليه السلام الله تعالى يأمرنا أن نتراحم فيما بيننا وهل يأمرك ربك أن تخلف الوعود يا صالح؟ هذا اشتراء أي وعد؟ ما الأمر؟ قال صالح عليه السلام الله تعالى يأمرنا أن نفي بالوعود ولكن لا أفهم عن أي شيء تتحدث نحن طلبنا ناقة حبلة في شهرها الأخير وتلد لنا حوارا صغيرا قال صالح عليه السلام نعم إذن أنت لم تفي بوعدك ما لم تلد الناقة إن الدليل على نبوتك لم يثبت بعد وما هي إلا أيام حتى أنجبت الناقة واكتملت آية الله لقوم صالح عليه السلام يقول صالح عليه السلام الناقة ستشرب الماء وحدها من الجداول في يوم وماذا نشرب نحن في هذا اليوم؟ قال صالح عليه السلام ستعطيكم لبنا يكفي الجميع وفي اليوم التالي يشرب الناس جميعا وتتركون الناقة لترضع صغيرها بعد أن خرجت الناقة من الجبل وولدت أمام أعيننا من غير جمل لم أعد أستغرب شيئا قال صالح عليه السلام هل شرب الجميع يا صهيب؟ نعم يا نبي الله نحن آخر الشاربين قال صالح عليه السلام اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم هل رأيتم ما وصلنا إليه؟ ستعايرنا قبائل الدنيا بأسرها لأننا نفضل الناقة على أنفسنا عندي رأي نطلب اللبن جميعا في وقت واحد فيرتبك السقاة وتزداد المشاحنات وتعم الفوضى لا تزاحب ابتعد أيها الرجل إنه دوري أنا بل إنه دوري أنا قال صالح عليه السلام يا قوم تمهلوا سينال الجميع نصيبه من اللبن هل تذلنا يا صالح من أجل أن تسقينا؟ قال صالح عليه السلام معاذ الله أنتم قومي وإخوتي سأسقيكم بنفسي هيا يا صهيب تفضلوا بالهناء والصحة غير طيب غير طيب بالمرة هل لي في المزيد منه؟ فشلنا مرة أخرى ونجح صالح في تنظيم السقاية والآن ماذا نفعل؟ علينا أن نبعد الناقة عن أرضنا سيعيدها صالح وأتباعه إذن نذبح الناقة كانت هذه الناقة معجزة وصفها الله تعالى بقوله ناقة الله كان لبنها يكفي آلاف الرجال والنساء والأطفال وكانت إذا نامت في موضع هجرته كل الحيوانات الأخرى قال صالح عليه السلام أيها الناس لقد طلبتم دليلا على نبوتي والله أرسل لكم الدليل الذي طلبتم نعم نعرف ذلك يا صالح قال صالح عليه السلام ورغم ذلك عانتم أنفسكم وكفرتم بدعوتي وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم لماذا جمعتنا يا صالح ماذا تريد أن تقول لنا قال صالح عليه السلام الآية واضحة أمامكم تسير بينكم وتسقيكم جميعا حتى ترتو كل ذلك نعرفه من قبل فما الجديد قال صالح عليه السلام أحذركم أن تؤذوا الناقة أو تمسوها بسوء هل نعتبر هذا تهديدا منك قال صالح عليه السلام بل إنذار من الله تعالى أن يعذبكم عذابا أليما ورغم كل تحذيرات نبي الله صالح لقومه إلا أنها لم تردعهم وتردهم عن قرارهم في قتل الناقة لقد أصبح لدينا ثمانية رجال من أفضل فرسان ثمود وهم على أتم استعداد لتنفيذ المهمة قتل الناقة ليس أمرا سهلا والرجال الثمانية تنقصهم الجرأة والإقدام فهجم الرجال الثمانية مع قدار على الناقة وامتدت الأياد الآثمة القاتلة إليها وسالت الدماء سبحتها أحسنت يا قدار لا بد من الانتقام لن نترك هؤلاء الأشرار دون عقاب قال صالح عليه السلام بالطبع لن يفلتوا من العقاب ولكن من يعاقبهم نحن يا نبي الله قال صالح عليه السلام الأمر قد تعدانا يا رجل فهم لم يكتفوا بحربنا والعدوان علينا وإنما اعتدوا على آية من آيات الله قال صالح عليه السلام بالطبع سأذهب لأحدث أهل ثمود قال صالح عليه السلام لقد حذرتكم مرارا من أن تمسوا الناقة بسوء وها نحن قتلناها فماذا أنت فاعل؟ قال صالح عليه السلام أنتم الذين حكمتم على أنفسكم وأضعتم آخر فرصة لطلب الرحمة وهل ستقتلنا جميعا دون سلاح؟ قال صالح عليه السلام لا تتعدل العذاب فإنه آتيكم أي عذاب تتحدث عنه إننا لا نصدقك إذا كنت مرسلا من الله بحق فقل لنا متى يعذبنا ربك؟ قال صالح عليه السلام تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب هل نظل ثلاثة أيام مستيقظين دون راحة؟ عند اقتراح ينهي المشكلة ما هو؟ نبادر نحن بالهجوم عليه ونقتله في بيته فنحبط أي خطط يعدها لنا وذهب القوم للبحث عن سيدنا صالح لقتله ولكنهم لم يفلحوا وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون قال صالح عليه السلام الحمد لله على كل حال أرجوك لا تعد إلى بيتك هذه الليلة قال صالح عليه السلام اطمئنوا سنترك هذه الأرض كلها نترك أرضنا للأشرار وإلى أين نذهب يا سيدي؟ قال صالح عليه السلام الأرض كلها أرض الله أعد أمتعتكم ولا تأخذوا إلا الأشياء الضرورية ولا تثيروا ريبة الأشرار وأصبح أهل ثمود في اليوم الأول من انتظار العذاب ووجوههم مصفرة فارس الفرسان قاتل الناقة ماسخ صف لي كيف ذبحتها ما هذا السفار؟ ها؟ ربما أصابني المرأة وأنت أيضا لونك أصفر حقا إذن سأذهب لأرتاح وفي اليوم الثاني أصبح أهل ثمود جلودهم حمراء ما هذا الحمار؟ أنت أحمر مني يا كان تسخر مني وإلا ذبحتك مثلما ذبحت الناقة كنت أمازحك يا رجل هل ما نحن فيه لعنة أصابتنا من الناقة المسحورة؟ أم يا ترا هو بداية الانتقام من رب صالح؟ بالأمس كنا حمرا والآن أصبحنا سودا هذا أمر غير عادي ليتك لم تذبح الناقة أنا لم أذبحها وحدي ليتكم لم ترتكبوا هذه الجريمة الآن ترينها جريمة ومن الذي دفعنا إليها؟ أعرف نحن النساء أغريناكم لتسبحوا الناقة ونحن جميعا نتساوى في العقاب قال صالح عليه السلام أسرع قليلا لقد تركنا أرد سمودة يا نبي الله فهل لي من سؤال؟ قال صالح عليه السلام بالطبع لماذا تركنا أردنا للأشرار؟ قال صالح عليه السلام حتى ننجو مما ينتظرهم ماذا ينتظرهم يا سيدي؟ قال صالح عليه السلام غضب من الله وعقاب أليم هيا لا تؤذوا أعينكم برؤية ما سيجري للقوم الكافرين وفي فجر اليوم الرابع انشقت السماء عن صيحة جبارة واحدة انقضت الصيحة على الجبال فهلك فيها كل شيء حي وارتجفت الأرض رجفة جبارة فهلك فوقها كل شيء حي عذب الله الأشرار التسعة الذين ذبحوا الناقة وعذب بقية أهل ثمود لسقوتهم عن الحق ونصرتهم للباطل فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود نزلت سورة الكهف قبل هجرة بعض من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وفهم الصحابة حينها أن هذه السورة سوف تؤهلهم لما هو قادم من تضحيات الفرار بالإيمان لذا كان للسورة وقت نزولها دور في التأهيل لما هو قادم من عظائم وشدائد من هذه القصص التي تحكي عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم معتصمين بربهم إلى أن آواهم الله في كهف نسيب إليه فيما بعد إنهم أصحاب الكهف الذين فروا بالإيمان من الطغيان والضلال وشهدت بإيمانهم آيات القرآن الكريم ويروى أن هؤلاء الفتية كانوا يعيشون في بلدة بالأردن وكان أهلها يعبدون الأصنام ويشيدون لها المعابد ولا يرضون أن يمسها أحد بسوء ويعاقبون كل من يكفر بها ولا يعبدها في هذا المجتمع الذي ساد فيه الفساد والضلال ظهرت هذه المجموعة من الشباب قلة قليلة حكمت عقلها ورفضت السجود لغير خالقها الله الذي بيده مقاليد كل شيء فتية آمنوا بالله فثبتهم وزاد في هداهم وألهمهم طريق الرشاد أخذ دين التوحيد ينتشر تدريجيا بين الناس الأمر الذي أزعج حكام هذه البلاد ولم يطيقوا تراجع عبادة الأصنام أمام انتشار دين التوحيد فعمدوا إلى التصدي لأتباع هذا الدين وإذائهم وتعذيبهم ورغم وحشيتهم فقد فشلوا في الحيلولة دون انتشار هذا الدين الجديد أي آلهة غليظة تلك التي يعبدونها وترضى عن قتل الإنسان لأخيه الإنسان الإله الحق لا يرضى بالظلم والقتل كأن العالم قد أصيب بالعمى إلى متى سنظل صامتين على ما يحدث يا ماكسيميليان؟ لا نملك إلا الصبر ولكن على أي الأحوال فإن مقامنا في هذه البلاد لن يطول ماذا يدور برأسك يا ماكسيميليان؟ قريبا سأطلعك على ما أفكر فيه لقد ثبت الله هؤلاء الفتية وصبرهم ودلهم على الحق والحقيقة فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وليست هي الأوثان ولا الأصنام لقد قلنا إذن شططا لو قلنا بمثل ما يقول قومنا ولا بعدنا عن الصواب نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا إلهي خرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ولا تجعل لهم علينا سبيل اللهم ربط على قلوبنا وهدنا سبيل الرشاد أنت الله الواحد الأحد رب الأرباب وخالق كل ما في هذا الكون سيدي ماكس مليال اقترب اقترب يا أخي مليخة اعتذر أني قطعت عليك الصلاة لا عليك ما الذي تحمله معك أحمل إليك بعض الحليب فأنا لا أملك غيره هه لزاك الله خيرا يا أخي سيحل الظلام يا سيدي ولابد أن أعود بأغنامي وأنا أيضا سأعود إلى داري رعاك الله يا سيدي سيدي دقيانوس ماذا وراءك يا جوليوس؟ نبأ سيء يا سيدي ماذا هناك؟ لقد حطموا تماثيل الآلهة التي بالمعبد الكبير من تجرأ وفعل هذا؟ وإن كان حارس المعبد؟ قتلوا يا سيدي اللعناة ستحل علينا إن لم نجد هؤلاء الخوانة أنصبوا المشانق والصلبان أشعلوا المحارق لقنوهم درسا لا ينسى أيها القائد أنطونيوس فلتخرج من بينهم البالغين من الرجال أنت وأنت وأنت من يريد منكم أن يبقى حيا فليدل على الخوانة نفذ الأمر الآن سمعا وطاع إن هذا المجنون يقوم بمذبحة في حق الشعب إنها أوامري انتقاما للآلهة التي تحطمت عجبا ولماذا لم تدافع هذه الآلهة عن نفسها؟ ماذا قلت الآن يا مارتنيوس؟ ما سمعته يا أبي إنك تردد كلام هؤلاء المارقين إنني أردد كلام العقل يا أبي أنتم تعبدون آلهة صماء لا تضر ولا تنفع إذن فأنت منهم ولا أستبعد أن تكون أنت وآخرون من اقتحم المعبد وقتل حراسة ليتني كنت معهم مارتنيوس سأتظاهر بأني لم أسمع شيئا ولكن تأكد أني لن أتورع عن فعل ما يتوجب علي تجاهك إذا تم كشف أمرك أنت وأمثالك لقد صدق جوليوس في ظنه يا ماكس مليان ها؟ ماذا تعني يا سيدي؟ وأي ظن؟ الخيانة من داخل القصر سيدي أرجو أن لا تصدق كل ما يقوله هذا المدعو جوليوس لقد انكشف الأمر أمام عيني ولا أستطيع أن أنكره ماذا تقصد يا سيدي؟ إنه إنه ولدي مارتنيوس؟ ماذا به؟ لقد أعلنها أمامي بكل وقاحة أنه يتمرد على الآلهة بل ويزدريها سيدي إنه ما زال صغيرا والشباب في هذا السن إنه يتبع دين هؤلاء العبيد المارقين ولا أستبعد أن يكون له يد فيما حدث بالمعبد الكبير كانت فكرة بقائهم في المدينة وتعريض دينهم للخطر تبدو فكرة مستحيلة ومن ثم استقر عزمهم على الخروج من المدينة وكان إيمانهم بالله وحرصهم على عقيدة التوحيد أغلى من بقائهم في بيوتهم ومن كل متاع الحياة التي نشأوا فيها لقد كان مارتنيوس أكثر شجاعة منه لقد تهور أخي ولم يكترث بالعواقب كم أخشى عليه من بطش أبي يبدو أنه قد حانت لحظة الحقيقة والمواجهة تريث يا زوجي ولا تدفع أبي لأن يفعل ما لا يحمد عقباه وأنا لا أستطيع أن أفعل ما يخالف إيماني سيكون أبي ساعتها كالأسد الجريح ولن يتورع عن فعل أي شيء فلنرحل من هنا إذن اتركوني لماذا تأخذونني؟ إنني أصنع تمثيل الآلهة وأبيعها دعوني أنا لم أفعل شيئا دعوني قيدوهم هيا إنهم مارقون ويتبعون هذا الدين الجديد لا تأخذنكم بهم رحمة هيا لا تتكاسلوا أسرعوا هيا أيها الكسالة تحركوا أراك قد أخطأت عندما كشفت حقيقة إيمانك أمام أبيك يا مارتينيوس لم أعد أكترث بأية عواقب لقد دقت ضرعا بما يحدث أريد أن أجاهر بإيماني أمام العالم أجمع إلى متى نكتم إيماننا أيها الرفاق؟ ألسنا على حق؟ بلى مهلا يا رفاق لا نريد أن ننزلق إلى أية حماقات فالعيون تترصدنا ولن يتورع دقيانوس عن فعل أي شيء لو بقينا مع هؤلاء القوم فتنونا في ديننا وعذبونا نترك إذن هذه البلدة وما يعبدون وإلى أين نذهب؟ إن أرض الله واسعة وهذا ما استقر عليه عزم أيضا ولكن علينا أن نكتم إيماننا حتى تحين اللحظة المناسبة للنجاة بديننا صمتا توقف ماذا هناك؟ هناك من يراقبنا ويتسمع لما نقول من هذا؟ إنه الجاسوس الذي يطلقه جوليوس إنه يسير خلفنا في كل مكان هل سمع شيئا؟ سأتولى أمره وأخرس لسانه إلى الأبد إلهي ساعدني يا إلهي إن الحيرة تملأني لا أدري كيف أصنع لا أريد أن يسجد وجهي لغيرك يا إلهي ألهمني سبيل الرشاد إن الظالمين يتحكمون في كل شيء متى ستكسر شوكتهم وتدمر قدرتهم؟ اللهم لا تحرمنا رحمتك وقف بجانبنا يا الله في هذه المحنة وجاء اليوم الموعود يوم الامتحان والابتداء والنعمة اليوم الذي يحتفل فيه هؤلاء الوثنيون بآلهتهم المزعومة ويكتشف الحضور غياب ماكس ميليان ورفاقة فيومي أوديقيانوس إلى جوليوس الذي يتحرك مع جنوده إلى خارج المعبد وجاءت اللحظة الفاصلة بعد أن عزموا على فراق الوطن والأهل فرارا إلى الله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا خرج المؤمنون في جوف الليل يتقدمهم الراعي مليخة والكلب يسبقهم بمسافة لتأمين الطريق دخل الفتية إلى الكهف ليختبئوا فيه ويأووا إليه فقد كانوا في حاجة إلى مأوى يحميهم من الوحوش الكاسرة أو من أعدائهم فكان الحل هو الكهف لن نطيل البقاء والرفاق نرحل من هنا قبل شروق الشمس أشعر بالضعب والنعاس وأنا أيضا لا أستطيع مقاومة النوم أقترح أن يبقى أحدنا مستيقظا كي لا يبغيتنا أحد اطمئن يا سيدي فكلبي سيقوم بهذه المهمة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشادا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا إن الله يلقي بالنوم على عباده للطمأنينة فألقى الله النوم على أصحاب الكهف فالنوم راحة للأجساد وطمأنينة للقلب لقد ألقى الله على الفتية هيبة فلا يراهم أحد إلا خاف وفزع منهم وهذا من فضل الله عليهم لحمايتهم من دخول أحد الكهف وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا مرت الأيام والسنون والفتية ما زال نائمين لم يستيقظوا وهنا تتجلى قدرة الله عز وجل حيث تطلع الشمس وتغيب وهم ما زالوا نيام يرعاهم الله بقدرته فيبقي أعينهم مفتوحة طوال تلك المدة لأنها إذا بقيت مغلقة تتأذى كما يقلبهم الله بقدرته حتى لا يصيب أرسادهم القرح والتآكل من طول مدة الاستلقاء والنوم وكانت الشمس كلما طلعت مالت عن الكهف باتجاه اليمين وعند غروبها تميل باتجاه الشمال حتى لا تتعرض أرسادهم لحرارة الشمس القوية وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا وربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومرت أجيال وأجيال ونسي الناس أمر الفتية النائمين في الكهف ومات الحاكم الطاغية وجاء بعده ملوك وتبدلت معالم المدينة تماما وتشاء قدرة الله تعالى أن يستيقظ الفتية من نومهم بعد مرور أكثر من ثلاثة قرون استيقظوا استيقظوا أيها الرفاق قدمي تؤلمني بشدة ترى كم من الوقت مضى علينا ونحن نائمون لقد انصرم نصف الليل وأظن أن هذا هو الزمن الذي نمنا فيه أظن أننا نمنا أكثر من هذا ربما نمنا يوما بأكمله ولم نشعر بذلك نظرا لما حدث في الليلة الفائتة أشعر بالجوع الشديد حسنا من يحمل نقودا؟ أنا أنا أحمل قليلا من النقود ولكن من سيذهب لإحضار الطعام؟ إن وجوهنا معروفة وسينكشف أمرنا لو خرج أحد منه سأذهب أنا يا سيدي فإن أحدا لا يعرفني وأستطيع القيام بهذه المهمة حسنا تخير أفضل الطعام واحرص أن لا يتبعك أحد أثناء عودتك وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا تعجب الراعي عندما رأى المدينة وقد تغيرت معالمها فالبيوت غير البيوت وأناس لم يرهم من قبل رأى اختلافا كبيرا في شكلهم وملابسهم ومنازلهم وطرقاتهم يا إلهي لقد فقدت عقلي وغاب عني صوابي أين تماثيل الآلهة؟ وأين معابدهم؟ أين البائع؟ أريد طعاما بهذه الدراهم ما هذا؟ من أين لك بهذه الدراهم؟ من أين أنت يا هذا؟ هل أصبت كنزا من كنوز الأولين؟ أي كنزا يا هذا؟ أيها الناس أيها الناس لقد عثر هذا الرجل على كنز تعالوا لتروا هذه النقود التي معه تعالوا أيها الناس تجمع الناس حول الراعي المسكين وتدخل الجنود واقتادوه إلى الحاكم من أين أحضرت هذه النقود أيها الراعي الطيب؟ إنها من عهد الامبراطور إدريانوس هذه نقودنا يا سيدي لقد خرجنا بالأمس واختبأنا في الكهف فرارا بديننا من ديقيانيوس يا إلهي أتكونون أنتم أشرف هذه الأمة؟ الذين فروا بدينها من الطاغية منذ أكثر من ثلاثة قرون أين مقامك الآن أيها المباركون؟ نحن نختبئ في كهف غائر في الجبال القريبة سوف أذهب معك بنفسي هيا تقدم الحاكم الجميع حتى وصل إلى الكهف وهناك طلب الراعي دخوله وحده إلى الكهف حتى يخبر أصحابه بما جرى كي لا يخافوا ويجزعوا إذا رأوا مجموعة من الناس تدخل عليهم فدخل وأخبرهم بما حدث وبعد أن علموا وأيقنوا قدرة الله أماتهم الله حفاظا عليهم من التعظيم وفتن الدنيا بعد أن علم الناس قصتهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلموا بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمان فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا عشر رجل من الأغنياء كان يملك حديقة رائعة تنتلئ بالزروع والثمار والفواكه والأشجار والورود بارك الله لك يا سيد حمدون في وليدك الجديد شكرا لك يا شايبون إني والله أحار في تسميته أنت سميت الكبير أسدا ليكون شجاعا وقويا وسميت الثاني جوادا ليكون كريما ومعطاء فأي الصفات تتمناها في وليدك الثالث؟ آه أريد أن يكون متحملا صبورا في الشدائد فالعز لا يدوم إلا لصاحب العزة والأيام دول بارك الله في مالك وجنتك أقترح أن تسميه صخرا ليكون في شدة الصخر وصلابته تفضلوا تفضلوا بالهناء والشفاء تفضلوا أنت الذي تخدمنا بيدك يا سيد حمدون أنتم ضيوفي الكرام وخدمتكم واجبي كل ما يقطعه المنجل حق للفقراء وما تبقى من الحبوب يكون لنا هذا كثير يا سيدي إن المنجل يقطع ثلاثة أرباع الحبوب فكيف تتصدق بكل هذا؟ الفقراء كثيرون يا صديقي وهم أحوجوا منا بالطعام ولكن اعمل حسابا للغد إن لديك ثلاثة أولاد يحتاجون إلى تلك الثروة لقد ادخرت الله لأولاده واربع الحاصلات من الأرض يكفيهم وزيادة هل تظنهم يرضون عن هذا؟ إنها حديقتي وقد شقيت عمري في زرعتها حتى أصبحت جنة الله على الأرض نعم كل الناس يطلقون عليها اسم الجنة ومثل الذين ينفقون أموالهم مبتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أقد كبرت وأصابني الوهن وأريد أن أفرح برؤية أولادكم قبل أن أموت أطال الله في عمرك يا أبي الأطفال مزعجون يحتاجون دائما إلى حلوة وملابس جديدة ويحتاجون إلى تلقي العلم وألواح وأقلام ويمرضون فجأة ويحتاجون إلى الطبيب والدواء كفاك سواد يا بني لم تكن طفلا مثلهم لا أتذكر أنا يا أبي أريد أن أتزوج وقد اخترت العروس من يا ترى؟ سلمة ابنة صنعان أحسنت يا بني إنها فتاة طيبة ومن بيت كريم بيت كريم؟ إنهم فقراء شاحذون لا إله إلا الله ألغينا يا بني من عند الله وحده لماذا لم تقم باستدعائي يا سيد حمدون بدلا من تعبك ألا تريد أن تستقبلنا في دارك يا رجل؟ عز الله إنها داركم لن أطيل عليك يا صنعان لقد لقد جئت خاطبا خاطبا ابنتكم هذا أعظم من أن أصدقه لقد طلب صخر مني أن أخطب له سلمة صخر؟ ماذا؟ ألا ترينني مناسبا لقدرك الرفيع؟ أنا أنا معذرة يبدو أنه خجل العذارة سأناديها لقد آهنتها ألمحت لفقرها وصغرت من شأنها أمام أبيها أظنه لا يقصد يا أبي إنها ذلة لسان ويمكن الاعتذار عنها لما أقول شيئا هعتذر لمن لخدمنا لمن يشحدون من الطعام إننا فقراء يا ولدي وأنتم أصحاب فضل علينا استغفر الله استغفر الله يا أخي دعني أكمل يا سيد حمدون لقد عشنا سنين طويلة نأكل من خيركم ولا ننكره ولكن ربيت ابنتي على عزة النفس والكرامة يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ماذا تفعل يا جواد أسبح الله يا أبي حتى تهدأ القلوب ويرحل عنها الغضب وحتى يشفيك الله لنا وننعم برضاك عنا إنني راض عنك يا جواد ولكنني غير راض عن أخويك أرجوك يا أبي سامحهما إن أسدا قد لام صخرا وعرفه خطأه وهو نادم أشد الندم هل تكذب علي يا ولدي لا يا أبي إنما أقول ما أظنه قد حدث هذا لأنك تفكر بعقلك وقلبك أنت ولكنني أعرف أخواك أكثر منك أرجوك يا أبي أن ترتاح كما نصح الطبيب اسمعني اسمعني جيدا يا بني مهما اختلفت مع أخويك فلا تتفرقوا وكونوا كنوا جميعا يدا واحدة لا تتفرقوا يا بني لا تتفرقوا أشد ما آلمني رحيل صاحب السيد حمدون شكرا لك يا عمي شيبون إن السيد صنعان وبعض الإخوة يريدون تقديم العزاء السيد صنعان منذ متى؟ منذ ما توشحاذون يقال عنهم سادة اذهب أنت نيابة عننا واقبل منهم العزاء أنا أكبركم وأعرفكم بالمصلحة على الأقل نقدم لهم الحليب والتمر وهل الحزين يأكل أو يشرب؟ دع الكبير يتصرف يا جواد الأمر لكم اتركاني في حزني وألمي يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون انظر يا صنعان إنهما أصحاب الجنة نعم أعرفهم جيدا لقد أثمرت الجنة في هذا الموسم أكثر من أي موسم آخر هذا رزق اليتام والمساكين إنهما صنعان وتعز كان أبي يحب إكرامهما رحمه الله رحمة واسعة لم يعد موجودا أليس من الواجب أن نناديهما؟ لا بالطبع سنذكرهم بالمرحوم ونستعيد الحزن سمعتهم يقولون إن جنتنا رزق للمساكين يا للطمع قبل أن نقطف الثمار يفكرون في نصيبهم نوم ليسوا شركاءنا ليكون لهم نصيب كان أبي رحمة الله علي يعطي المساكين أولا هو وشأنه أما نحن فسنأخذ حقنا في الصباح قبل أن يصح أحد لكن لا مكان للكن سنأخذ الثمر كلها ولن يأكل منها فقير فلتقسم معنا على ما تويناه إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون بعد أن رحل الأب الطيب الذي كان يتصدق بأكثر ماله ويجعل كل ما تقطعه المناجل حقا للفقراء وريث الأبناء أباهم وصاروهم أصحاب الجنة الجنة أثمرت بسخاء عظيم هذه السنة لا بأس أشعر بالجوع الشديد هيا إلى القصر لنتناول الغداء ما رأيكم أن نأكل هنا في الهواء الطلق؟ ربما يشاركنا بعض الجيران في الطعام جواد هل نسيت ما أقسمنا عليه؟ نشارك المساكين إن وضعنا كسادة يمنعنا من الأكل في العراء من تسائر المزارعين هيا هيا لا تضيع الوقت في مجادلة فارغة لنذهب إلى قاعة الطعام ونطلب من الطهات أن يسرعوا بإعداد وليمة الغداء ينطلق أي الحصان الكسول؟ كانت وصيتك يا أبي أن لا نفترق فماذا أفعل الآن؟ آه متى نبدأ في جمع المحصول؟ غدا مع أول ضوء النهار قبل أن يستيقظ الشحاذون تقصد جيراننا؟ اسمع يا جواد لا نريد أن نعطي الفقراء شيئا حتى لا ينقص من مالنا شيء لكننا اعتدنا أن نتصدق في كل عام بشيء من الثمر والقمح لن يحدث هذا يكفي ما تصدقنا به في الأعوام السابقة أنا أتفق معك لكن هذا حرام حرام؟ إنه مالنا دعك من أفكار الحرام والحلال نحن الآن أغنياء لا شيء يهمنا كان أبي دائما يقول إن من يتصدق ببعض أمواله يبارك الله له فيما تبقى لقد حصلت البركة وانتهى الأمر ألم ترى الجنة وأشجارها تنحني من كثرة الثمار؟ جواد أنت أقسمت معنا وحراما أن تحنث بالقسم حسنا افعلوا ما ترونه صوابا الخادم حاول أن يمنعني من الدخول عليكم في قاعة الطعام وكأني غريب تفضل يا عمي شيبون بالهناء وشفاء لقد سبقتكم حان وقت الحصاد فمتى تبدأون في جني ثمار الحديقة؟ أظن هذا أمرا عائليا يعنينا نحن فقط أسد يقصد أن لا يزعجك بأعباء الحصاد كنت أريد أن أعاونكم فأنا أعرف المساكين المقعدين الذين كان والدكم رحمه الله يحرص على توصيل الصداقة لهم في بيودهم شكرا لك عندما نحتاج إلى خدماتك سنرسل من يطلبك ألا نغطي صديق أبي شيئا من الحبوب والثمار؟ يغلق فمك أيها الخادم دل السيد شيبون على الطريق شكرا أعرف طريقي جيدا رحم الله أباك يا جواد لم أرى في حياتي أرذل من هذا الرجل لا تتأثر يا أخي لقد أراد أن يستدر عواطفك بقوله رحم الله أباك يا جواد سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ما الذي يدهيشك هكذا؟ ألم ترى الهلال من قبل؟ من قال إنني مندهش إنما أسبح الله أذكرك أن لا تسهر طويلا لدينا عمل شاق في الصباح لا أستطيع النوم القلق يتملكني هل الثراء والخير يدعو للقلق؟ أخشى أن يعاقبنا الله بما نفعل إذا كنت ترى ذلك فنحن على استعداد لأن نأخذ نصيبك وننقذك من العقاب افعل ما تريانه صوابا حسنا سأذهب لأنام حتى أصح مبكرا سبحان الله العظيم اللهم اغفر لنا تقصيرنا وتجاوز عن ذنوبنا سبحان الله العظيم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة هيا إنني متشوق لرؤية الثمار الطازجة والحبوب الوفيرة وأنا أكثر منك شوقا سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم هيا أين ذهبت جناتنا؟ هل ضللنا الطريقة إليها؟ كلا لم نضل الطريق بل حرمنا من الخير آه مات كل شيء هلك كل شيء أصبحت الجنة كالصريم صارت خرابا الويل الويل لنا ماذا حدث؟ قل كيف حدث ما حدث؟ كيف تموت الحيوانات والطير كلها في نفس الليلة؟ وكيف تتحول إلى عظاما بتلك السرعة؟ هل كانت عاصفة؟ كنا سمعنا صوتها ألم أقل لكم لو لا تسبحوا؟ لا توجد نبتة واحدة أو حيوان أو طير لقد ضعنا بسببك ألا كان الاقتراح اقتراحك أنت رفضت أن تعطي المساكين كنت أنفذ رغبتك لأنك أخي الأصغر وقد أوصاني أبي عليك بل أنا بل أنا الذي كنت أتبعك لأنك الأكبر ومن المفترض أن تكون أكثر حكمة أحذرك يا صخر أن تتمادى أرني ماذا ستفعل يا أسد؟ حرام عليكما ألا يكفينا ما نحن فيه من خراب؟ هل هذا وقت التلاوم؟ قل له هذا الولد هو المخطئ إن الجدال قادنا إلى الخصام وهذا ما كنت أخشاه وأحسب حسابه ماذا تقول؟ لقد اشتركنا جميعا في جريمة واحدة إن أحدنا قد فكر في الجريمة ولكننا جميعا اشتركنا فيها أنت في الحقيقة لم تشاركنا بل شاركتكما بالسكوت عن الخطأ وعدم الاعتراض دعونا الآن مما حدث ولنتأمل الدرس أي درس؟ لنسأل أنفسنا لماذا عاقبنا الله بالحرمان كانت غياننا هو السبب لنعترف بذلك إننا في الحقيقة ارتكبنا جريمتين لا جريمة واحدة كيف؟ الأولى أننا حرمنا المساكين من الصدقة الواجبة والثانية كنا نتصور أن العطاء من المال ينقص المال واكتشفنا الآن واكتشفنا أن البخل هو الذي يضيع المال لا الصدقة فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أيها الخادم ماذا قلنا؟ معذرة نسيت أيها الأخ الخادم الطيب هل يمكن أن تحضر لنا طعام العشاء؟ أيها الخادم الطيب الجميل أرجوك أرجوك أن تسرع فنحن نزدو رجوعا لقد أحضرته فعلا يا سيدي أين هو؟ إنني لا أراه إنه أمامك يا سيدي ما هذا المزاح؟ كيف تجرؤ؟ ماذا قلنا؟ ألا ترى أنه يسخر منا؟ معاذ الله لقد أحضرت لك كل ما في البيت من طعام هل تظننا تواجن لنأكل خبزا يابسا؟ هذا ما نأكله نحن كل يوم يا سيدي لا بأس أمرنا لله هل لديك المزيد من الخبز اليابس؟ لو كان هناك المزيد لقدمته يا سيدي في الحال انتظر يا سيد انتظر اترك لنا شيئا وقد بيعنا كل ما نملك الأثاث الخيول حتى ملابسنا الحريرية واستبعدنا كل الخدم ونوفر في النفقات قدر ما نستطيع سنظل على تلك الحال إلى أن نموت لا شيء يبقى على حاله يا أخي والأيام دول لقد عرفنا خطأنا وندمنا على ما فعلنا المهم الآن كيف نجد طعامنا كل يوم لا يا أسد ليس الطعام هو المهم الآن هما هو الشيء المهم في رأيك أن نخلص التوبة أن نعزم على عدم العودة إلى ما كنا عليه من طمع وبخل وأنانية هل تظن أن الله يقبل توبتنا؟ إن الله تعالى وعد بقبول التوبة إن كانت صادقة إن جريمتنا في الحقيقة أكبر من أن يغفرها الله لنا هذا ذنب جديد ترتكبه كيف؟ أن تعتقد أن جريمتك أكبر من عفو الله أو غفرانه إن رحمة الله وسعت كل شيء وبعد أن أدرك أصحاب الجنة خطأهم وتابوا إلى الله توبة نصوحة بدلهم الله أرضا خيرا من أرضهم فاجتهدوا في زراعتها أحضرت لكم البذور التي نحتاجها جئك في وقتك لقد أتممنا حرث الأرض الحمد لله الذي أعاننا بالجهد ويسر لنا شراء هذه الأرض سبحان الله العظيم هذه بشارة خير تفضل يا سيد شيبون أرجو أن تأكل من هذا اللحم لقد أكلت يا بني أكثر من طاقتي بالهناء والشفاء تفضلي يا جدتي هذا الصنف جيد لا يحتاج إلى العناء في المطر سأحمل عنك الإناء الكبير إنه ثقيل عليك يا زوجتي تأكدي أن النساء يأكلن جيدا سبحان من هذا عطاؤه وتلك نعمته اللهم أعننا على شكرك وذكرك واجعلنا من المقبولين سبحانك يا الله كان بن إسرائيل بعد سيدنا موسى عليه السلام أمة قوية بفضل تمسكهم بتعاليم التوراة ولكن عندما أهملوا دينهم وزاد فيهم الظلم والفساد غضب الله عليهم فضاعت أجزاء كبيرة من أراضيهم وثرواتهم في أيدي الأعداء وأصبحوا أضعف من أن يقاوموا أي اعتداء يتعرضون له واجتمع كبراء القوم لبحث المشكلة ومحاولة حلها يجب أن نعترف أولا بمشكلتنا إذا أردنا بصدق أن نحلها إني لا أفهمك يا تاجر الغلال ماذا تريد أن تقول؟ كنت أريد أن أقول إننا نهزم لأننا مشردون لا نتبع قائدا واحدا وليس لدينا ملك حكيم عندي الحل أنا أكون الملك عليكم أصمت يا حزرؤون إن الماشية التي تتاجر فيها لن تقبل بك ملكا عليها ما الذي ينتظر من حداد مثلك لا يخرج من فامه إلا النار ابتعد 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 عني برائحة الماشية التي تفوح من ملابسك يا قوم يا قوم إننا نهزم دائما بسبب تناحرنا وغيرتنا من بعضنا البعض متى نترك خلافاتنا جانبا؟ لا فائدة وفي ذلك الوقت ذهب كبراء القوم إلى نبي الله سامويل الذي كان يصلي في خيمته وبعد أن انتهى من صلاته نظر إلى قومه مرحبا أيها النبي الكريم أليس الله هو الذي بعثك إلينا؟ قال النبي بلى ألسنا مشردين ومظلومين؟ قال النبي بلى لماذا لا تسأل الرب أن يبعث لنا ملكا يجمعنا تحت رايته كي نقاتل في سبيل الله؟ نعم ونستعيد أرضنا ونصلح ما فسد من أمرنا قال نبيهم أخاف إن دعوت الله أن يبعث لكم ملكا يدعوكم إلى القتال ألا تقاتلوا ولماذا لا نقاتل في سبيل الله؟ وقد أخرجنا من ديارنا وتشرد أبناؤنا قال نبيهم لن تتراجعوا لو حدث ما تطلبونه كيف نتراجع؟ أبدا لن يحدث هذا قال نبيهم سوف أسأل الله تعالى أن يختار لكم ملكا تقاتلون تحت رايته إنه يعود إلى الدعاء دعوه في خلوته وهيا بنا ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين أين ذهبت الأغنام؟ لا أدري ماذا أقول غفلت عيناي وحين استيقظت لم أجد الغنم هذا خطأي أنا أنا الراعي وكان يجب أن أنتبه لما أرعاه كلامك يؤلمني أكثر وما العمل الآن؟ أيها النبي الكريم خرجت أرعى الأغنام والحمير فشردت مني في الصحراء ولم أعرف إلى أين ذهبت وقد جئت أسألك عنها سأله النبي هل تحس بالقلق على أغنامك وحميرك؟ نعم قال النبي لا تشغل بالك بها كيف لا أشغل بالي أيها النبي الكريم؟ إنها مسؤولياتي ورأس مالي قال النبي لقد عادت إلى بيت أبيك الحمد لله لم يضع مال الحلال قال له النبي دعك من موضوع الأغنام واستمع إليه كل آذان صاغية يا سيدي لقد سألني الملأ من بني إسرائيل أن أدعو الله أن يختار لهم ملكا يقاتلون تحت رايته في سبيل الله نعم ما أحوجنا إلى ملك شجاع وحكيم يجمع كلمة الناس ونكون جميعا تحت إمرته هل دعوت الله يا سيدي؟ قال النبي نعم دعوت الله فاختارك ملكا على بني إسرائيل الله الله هو الذي اختارني؟ قال نعم كيف أكون ملكا وأنا دباغ بسيط؟ قال النبي هذا أمر الله وعليك أن تعد نفسك للقتال أنا رهن إشارتك جاء الغد فاجتمع كبراء بني إسرائيل مع النبي صموائيل الذي قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا طالوت؟ هذا الرجل ملك علينا؟ كيف يكون له الملك؟ ونحن أحق بالملك منه؟ قال النبي أيها الناس قال النبي أيها الناس لماذا تتصورون أنكم أحق بالملك منه؟ نحن أغنى منه كثيرا انظر إلى ملابسه إنه يرتدي ملابس الرعاة الفقيرة قال النبي ليست العبرة في حكم الشعوب بالغنى أو الفقر العبرة بالقدرة على قيادة الشعوب القدرة؟ أي قدرة؟ قال النبي إن طالوت هو اختيار الله لكم وقد اختاره الله تعالى لعلمه وقدرته نحن نصدقك أيها النبي الكريم ولكن كيف ننسى أننا نحن شرفاء هذه الأمة وسادتها؟ كيف تجاهلنا الله واختاره هو؟ لماذا طالوت هذا بالتحديد؟ قال النبي ليس لمثلي أن يسأل الله لماذا؟ إن الأنبياء لا يسألون إنما يستمعون ويطيعون وهذا هو اختيار الله له أليس من حقنا أن نسأل لماذا فضله الله علينا؟ علمه هو الذي فضله عليكم لقد آتاه الله بسطة في العلم والجسم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم أيها الناس لقد جادلتم طويلا حول أحقية في الملك رغم أنه اختيار الله لي ولكم ولم يشغلكم خطر الملك جالوت الذي سلب أراضيكم ونهب خيراتكم ويستعد بجيشه لينال منكم لن أطلب أنا هذا الطلب من النبي صموئيل ألم نتفق؟ اتفقنا أن نطلب علامة على ملك طالوت آية تثبت أنه اختيار الله لنا ولكننا لم نتفق أن أكون أنا المتحدث الوحيد اخفضوا أصواتكم أزعجتم النبي الكريم في خيمته معذرة يا سيدي كنا نتحدث في أمر طالوت وخشينا أن يكون هناك خطأ ما ليس خطأ بمعنى الخطأ يا سيدي ربما سوء فهم بصراحة ودون مواربة كيف نتأكد أن الله هو الذي اختار طالوت لنا نريد معجزة تثبت صدقه قال نبيهم اذهبوا إلى المعبد غدا سوف يأتيكم تابوت العهد تابوت العهد؟ كيف يأتي إلينا بعد أن سلب منا؟ إنه في قرية بعيدة ويفصلنا عنها سفر أيام طويلة لن يصل التابوت أبدا وبهذا يكون لنا الحق في رفض طالوت واختيار ملك غيره ألم أقل لكم لن يأتي تابوت العهد؟ إننا نضيع وقتنا يا سادة أقترح أن نبعث في طلب النبي ليسأل الله أن يختار لنا ملكا حقيقيا انظروا إلى السماء كيف يطير التابوت في السماء؟ انظروا إنه يهبط من أعلى سامحني أيها النبي الكريم صموئيل لقد صدقتنا القول هل لنا يا سيد النبي أن نفتح التابوت وننظر ما بداخله إنه يشير بالموافقة هيا أسرعوا انظروا أثار أهل موسى وآل هارون كما هي هذا طعام المن ما زال طازجا يصلح للأكل وهذه ألواح التوراة لم تمس يا إلهي أشعر براحة لم أعهدها الآن وقد أكرمنا الله بإعادة تابوت العهد إلينا يبدأ دورنا في العمل والإعداد للحرب علينا أن نسرع في إعداد الجيش وتدريب الجند على القتال تدريب الجنود سيستغرق وقتا طويلا أقترحوا أن نستعين بجنود من الخارج يحترفون القتال وما دافع هؤلاء الجنود في الحرب المال بكل تأكيد إذن يستطيع الملك جالوت أن يشتريهم وينقلبون علينا إذا دفع أكثر هذا صحيح أمر محير أيها الناس لقد استمعت إلى آرائكم وأخذت مشورتكم والآن إليكم قراري سأعد جيشا من الفلاحين والرعاة فلاحين ورعاة؟ لا أريد مقاطعة هؤلاء أجدر الناس بالقتال لاسترداد أراضيهم وقطعانهم المسلوبة وسيبدأ الإعداد للجيش من صباح الغد أيها الملك الكريم طالوت أريد أن أشتكي لك ابتعد أيها الرجل دعا تكلم أعطيك الأمان أريد أن ألتحق بالجيش يا مولاي ماذا تعرف من فنون القتال؟ لا أعرف شيئا في الحقيقة غير الطهي وإعداد الطعام أنت الآن واحد من أفراد الجيش الجنود في كل الجيوش يحتاجون إلى تغذية طيبة ستقوم أيها الجندي بمهمة إطعام الجيش سيدي نحن نسير منذ ساعات طويلة أعرف مر الجيش أن يزيد من سرعته نتحرك أسرع؟ إننا نكاد نهلك من الحر والضمأ كنت أقترح أن نرتاح قليلا لم يمنحنا العدو فرصة الراحة يجب أن نعتاد مجهودا شاقة لقد نفد الماء منا أعرف وهذا جزء من خطتي ألا يوجد مع أحدكم جرعة ماء؟ أصمت ولا تذكر الماء أمامي كيف تحتمل الضمأ وحرارة الشمس في سنك هذه؟ أعرف أن الموت نهاية كل حي فما أشرف أن يموت المرء دفاعا عن أرضه؟ لقد ضعنا في هذه الصحراء الواسع لا أريد أن أموت ألطف بنا يا رب موسى وهارون وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ماء؟ هل هذا سراب؟ لا إنه الماء النهر يا سيدي النهر توقفوا مكانكم إياكم أن تشربوا من هذا النهر الماء عذب ونظيف ونحن نكاد نموت من الضماء اسمعوا أوامري أنا القائد لا تشربوا إن هذا النهر ابتلاء من الله لكم من شرب منه فليس مني ومن أطاعني فهو مني أسمح لكم فقط باغتراف جرعة واحدة قلت غرفة واحدة باليد توقف عن الشرب كيف نتوقف؟ الماء لذيذ لن أمس الماء ما دامت هذه أوامر الملك سامحني يا سيدي لا أستطيع المقاومة هل انتهيتم حتى نواصل التحرك الآن؟ الملك يشير لنا أيها الجنود توقفوا كل من شرب من النهر يتجه إلى الجهة اليسار والباقون إلى جهة اليمين أنت شربت من النهر رأيتك بعيني اذهب مع من شربوا أنا مساعدك وذراعك الأيمن يا مولاي أوامري واضحة اذهب مع من شربوا لا تخف لا يمكن أن يوقع العقاب بكل هذا العدد أنتم مفصلون من الجيش عودوا من حيث أتيتم هيا يا جنودي لنواصل السجر ليتني قاومت الماء وأطعت الملك طالوت إنه أحمق كيف يطلب من الجنود أن يمتنعوا من شرب الماء في صحراء حارقة؟ لا تسبه يا رجل ربما لديه حكمة ما لماذا تنحاز له بعد أن طردك من خدمته؟ أعرف سيدي طالوت جيدا منذ أن كان دباغا للجلود وراعيا للغنم هو رجل حكيم وعالم ببواطن الأمور السلام على الملك جالوت العظيم أهلا بك يا عمروس لماذا تركت مكانك في جيش طالوت؟ جئتك بصيد ثمين عندي خبر مهم تحدث صحبنا الملك أياما في الصحراء المحرقة دون ماء وعندما توقفنا أمام نهر أمرنا أن لا نشرب ثم قام بطرد كل الجنود الذين شربوا يا له من قائد قوي وكم بقي من رجاله الصامدين؟ كنا في البداية ثمانين ألف جندي شرب من النهر أكثر من ستة وسبعين ألفا الباقي عددهم قليل لكنهم أشداء مخلصون قادرون على مقاومة إغراء الزمأ عندي معلومات أخرى عن الملك طالوت نفسه قل ما عندك بالرغم من ذكائه وقوة جسمه وعلمه الغزير إلا أنه ليس محاربا كيف هذا؟ كان يعمل راعيا ودباغا للجلود ولم يتعلم أبدا المبارزة أو فنون القتال قائد جيش يبارز بعقله ولا يحسن استخدام يديه هذه معلومة مهمة أين مكافأتي يا سيدي؟ سأعطيك وزنك من الذهب إلى أين نسير يا مولاي؟ انتظروا ناولني رمحك أيها الطاهي أبلغ الجنود بأن يرتاحوا قليلا أمرك يا مولاي أيها الجنود فترة من الراحة معذرة يا مولاي لماذا غرست رمحك في الأرض؟ لأراقب اتجاه الظل إذن نستطيع أن نحدد مكان معسكر العماليق والملك جالوت نعم سنصل إليهم بإذن الله فجر الغد أيها الجنود يا جيش العماليق هذه فرصتكم للقضاء على عدوكم الحرب الحرب إذا هزمناهم لن تقوم لهم قائمة من يقتل جندي سأعطيه أرضه وماله وأزيده الضعف الحرب الحرب نحن على مشارف أرض العماليق إياكم أن ترهبوا أعداءكم وإن لن هزمتم قبل أن تبدأوا القتال النص لنا النص لنا سنعسكر الليلة هنا ونبدأ الهجوم مع أول ضوء للنهار صلوا لله الواحد الذي أرسل إلينا أنبياءه إبراهيم ويعقوب وموسى وهارون أعد لنا طعاما خفيفا على المعدة يهضمه الجند قبل أن يبدأوا في القتال انظر يا مولاي إلى عددهم القليل ستكون المعركة أسهل مما توقعت أثبتوا أيها الجند واعلموا أنكم تقاتلون في سبيل الله وتدافعون عن أرضكم ونسائكم وأطفالكم وكرامتكم في الحياة عددهم كبير إنهم يحجبون قرص الشمس لكنهم لن يحجبوا ضوءها إننا أصحاب الحق وسننتصر بإذن الله كيف ألا ترى العدد أمامك لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين سيد الملك جالوت هذه فرصتنا لتأمر بالهجوم ونحطم أفواههم أخشى أن ينجو طالوت في المعركة إنه رمز قوتهم هل ترى قوة في هذا العدد القليل؟ نعم يا عمروس وماذا ترى يا مولاي؟ سأحدث طالوت أولا إن ملكهم جالوت يقترب وحده ربما يريد حقن الدماء وتسليم الأرض دون قتال لا أظنه يفكر بهذه الطريقة ولكن تقاليد الحرب تقتضي أن أتقدم أنا أيضا وأعرف ماذا يريد أنت طالوت راعي الغنم؟ نعم أنا الرجل البسيط الذي اختاره الله ملكا ليعيد به الحق إلى أهله تحسن الكلام فهل تحسن القتال أيضا؟ لن تستفزني بأسلوبك هذا فتجبرني على قرار لم أتخذه بعد ألا تريد مبارزتي والزهو بأنك قاتلي؟ لم أتي هنا لأزهو ولا لأتفاخر لماذا جئت إلى المعركة إذن؟ حتى تعود الأرض إلى أصحابها فيعم السلام بين الناس إن كنت تريد السلام فعلا فلدي عرض قد يروق لك تكلم إني منصت بارزني أو تخير من رجالك أقوى فارس ليبارزني فإذا قتلته تكون أراضيكم لي وأصبح أنا وحد الملك هنا وإذا هزمت يا جالوت هذا افتراض عجيب ولكن إذا حدث ذلك يكون ملكي كله لك يا راعي الغنم وتعود الأرض إلى أصحابها ما قولك؟ موافق يفعل الله ما يشاء حتى يأتي من يبارزني إني منتظره في أي وقت لا أدري يا مولاي ماذا أقول إن مبارزة جالوت مغامرة خطيرة ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولكنها مغامرة تستحق المنتصر فيها سيغنم الكثير أبلغ الجنود جميعهم أن من يتقدم لمبارزة جالوت وينجح في قتله سيقتسم الملك معي وسيتزوج ابنتي ويكون هو الملك من بعدي أمرك يا سيدي السمع والطاعة للملك طالوت ماذا بك؟ أخيرا يا مولاي تقدم واحد من الفرسان لمواجهة الملك جالوت حسنا أدخله في الحال ولكن يا مولاي ماذا؟ هو ليس فارسا بالمعنى الصريح أقصد تكلم ماذا تريد أن تقول؟ هو صبي في السادسة عشرة من عمره نحيل الجسد ويعمل في الراعي مع إخوته اسمه داود يا سيدي لا بأس من مقابلته كنت أنا أيضا راعيا للغنم لم أولد على رأس هذا التاج سأدخله في الحال يا سيدي تفضل أيها الشاب يا له من وجه طيب يشع بنور الإيمان إنني أشفق عليك يا بني من القتال قال داود عليه السلام لا مفر من قضاء الله صدقت يا بني إذن تعال لأعطيك سيفي ودرعي لماذا لا تمد يدك؟ ما هذا الذي تشير به إلي؟ قال النبي داود عليه السلام إنه مقلاع أستخدمه في الصيد وسيكون سلاحي بإذن الله هذه ساعة الحزم أين هذا الفارس؟ لماذا لم يأتي؟ ويحك من أنت؟ قال النبي الكريم أنا داود أنت إنسان ضعيف ومسكين إني أرحمك فارجع وليتقدم إلي غيرك من الملوك والفرسان أين طالوت؟ قال داود عليه السلام أنا الذي أقتلك بإذن الله يا لك من صبي مغرور قلت لك أرجع قال داود عليه السلام لن أرجع حتى أقتلك سأريك الآن إلى من تتحدث أخرج النبي داود حجرا من مخلاته ودعا ربه ثم رماه فوقع الحجر في رأس جالوت حتى دخل في جوفه وقتله فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين إلى جالوت النصر لنا إلى المعركة إلى المعركة الحمد لله الذي نصرنا وأعاد لنا أرضنا وخلصنا من جالوت الظالم المكافأة المكافأة انتظروا يجب أن أتأكد أولا من صدق كلامكم نقول الصدق نقول الصدق نقول الصدق نقول الصدق لن أعطي نصف ملكي إلا لمن يأتني برأس جالوت مولاي حضر الفارس داود ما هذه المخلاء رأس الملك جالوت يا مولاي قتله داود ذلك الفارس النبيل أنت من يستحق أن يخلفني ويعضل بين الناس يشريفني يا بني أن أزوجك ابنتي وأقاسمك عرشي اعلنوا الأخبار الطيبة في كل أنحاء البلاد تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإن دك لمن المرسلين بدأت قصتنا بموت رجل صالح تاركا لولديه ثروة كبيرة لتكن آخر الأحزان إن شاء الله كان أبوك يا قرطوش يتصدق علي براتب شهري لعجزي عن العمل رحمه الله لم يخبرني بهذا أبدا انتظر يا عماه لا نريد أن نقطع الخير الذي بدأه أبونا كم أعطيته؟ لا أدري لم أعد الضراهم أنت تبدد مراثنا لا يعجبني أسلوبك في إنفاق المال لا تنسى أننا شركاء أعطيته من مال خاص أي مال خاص؟ إنه مراثنا المشترك اسمع يا تمليخة قد حان الوقت لنقتسم المراث الآن؟ نعم الآن ماذا ننتظر؟ حسنا كما تحب يا أخي لقد ترك أبونا ستة آلاف درهم نقتسمها بالعدل لكل منا ثلاثة أهلا بك يا سيد قرطوش سمعت أنك قد اشتريت الأرض المجاورة لأرضي هذا صحيح يا سيد عكاك لقد جئت أتعرف إلى جاري الطيب وأرجوه أن يقبل هذه الهدية المتواضعة يا لها من أوان ذهبية رائعة إنها تساوي ثروة من المال تزيد قيمتها إذا لمستها يدك تحسن الكلام يا رجل ولكني أشعر بريبة لا تآخذني لا يوجد من يقدم هذه الهدية الغالية دون أن تكون له حاجة حاجتي رضاك يا سيد عكاك وماذا بعد رضاي؟ أريد أن أتزوج ابنتك ولكنك متزوج كما سمعت لا يوجد مانع من الزواج باثنتين إن مهر ابنتي ألف درهم أدفعها اليوم إذا قبلت أحسنت بشراء هذه الأغنام يا تمليخة دفعت فيها ألف درهم كاملة أحسنت ستفيدنا كثيرا سنبيه الألبان كل يوم ونسق ابنتنا سابحة وغدا تتوالد الأغنام ويزيد عددها وأيضا لن ننتظر إلى الغد سنسبحها كلها اليوم لماذا؟ هل نسيت عشرات الجوع من حولنا؟ كيف نكنز المال ونتركهم يتدورون جوعا؟ إذن نسبح ربع القطيع للفقراء أو نصفه ونرعى النصف الآخر لنجد ما يكفينا لقد من الله علينا بمال وفير وليس أحب إلي من إنفاق هذا المال في مرضات الله أقدر لك حبك للخير ولكن أترك لنا عشرة خراف لا تنسى أن لدينا ابنة بل سأترك لها شاة واحدة تكفي هيا يا روضة الجائعون لا يحتملون مبارك لك يا أخي على هذا الزواج ما هذا؟ أتسخر مني؟ لماذا تقول ذلك يا أخي الحبيب؟ كيف ترتدي هذه الملابس القديمة البالية أمام أصهاري؟ هذا أفضل ما لدي هذه عباءة أبينا ألا تذكرها؟ وتأتيني راكبا حمارا أجرب؟ أليس لديك عربة تجرها الخيول؟ قرطوش ألا تعرفنا بضيفك؟ إنه صاحب قديم لماذا تشتري ملابس بألف درهم كامل؟ هل أزعجك قول أخيك إلى هذا الحد؟ إنها ليست لنا تفضلي يا خالتي كم عدد أفراد عائلتك؟ أربعة عشر خذي يا سابحة احملي هذا عن خالتك بارك الله فيك يا بني وفيك يا خالتي ممم فهمت لكم أنت طيب يا تمليخة الحمد لله أنك لم تخالفيني هذه المرة كنت أخالفك حرصا على مالك إذا كان المال يستطيع أن يشتري الآخرة فمن الحماقة أن نشتري به الدنيا هويني عليك يا علياء يا زوجتي أعرف مدى حبك لأبيك الراحل ولكن ماذا بأيدينا؟ هذا قضاء الله تعرف أنني لا أؤمن بإلهك فلا تقل لي كلاما يزيد من غضبي اسمع يا قرطوش إذا أردت أن ترعى أرضي وتجني خيراتها فعليك أن تؤمن بمعبودي هذا؟ أنت تسخر منه؟ لا أبدا 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 إني أراه لطيفا لا يكفي أن تراه لطيفا يجب أن تحترمه أحترمه بكل تأكيد لأجل خاطرك وتسجد أمامه هذا شرطي الوحيد وأسجد أمامه أظن أننا قد اتفقنا تمليخة إنني لا أجد مالك أين الألف درهم الباقية من ميراس أبيك؟ لا تخشي شيئا لقد تضاعفت كيف؟ هل اتجرت بها؟ نعم اتجرت بها مع الله أعتقت عشرة من الرجال والنساء كانوا عبيدا وجواري عند الكفار نعم ولكن كيف سنعيش الآن؟ مثل ما كنا نعيش يا روضة إني لا أفهمك يا تمليخة أعرف مدى حبك للخير وسعادتك بالعطاء ولكن كيف تنفق ما لك كله ولا تبدخر منه شيء؟ بل ادخرته كله عند الله وخلصت نفسي من حمل تلك الأمانة أفسح أيها الفلاح البائث انتظر يا رجل قليلا إنه الطريق إلى قصري ابتعد هل تريدني أن أسقط في الماء؟ من؟ تمليخة؟ كرطوش؟ أخي كيف حالك؟ كما ترى وأنت؟ ما الذي جرى لك؟ إنني بخير والحمد لله هل تسمي هذا خيرا؟ هل أضعت مالك على النساء أم في المقامرة؟ إذا كنت تسأل لتطمئن على حالي فاعلم أنني والفضل لله لا أجرؤ على الاقتراب من الحرام وهل من الحلال أن تكون بهذا البؤس؟ أي بؤس؟ إنني لا أشكو من شيء انظر إلى نحول وجهك وإلى ملابيسك الممزقة مر علي في قصري سأطعمك وأكسوك شكرا لك يا أخي على كل حال وتأتي بأولادك معك أيضا كم لديك من الأبناء الآن؟ ليس عندي إلا سابحة فقط؟ أنا عندي سبعة من الذكور وأريد أن أنجب مثلهم حتى لا تبور الأرض من بعدي ليبارك الله لك في أولادك وأرضك الأرض لا يمكن أن تفنى أو يحدث لها شيء المهم كثرة الأولاد ليقدروا على الزراعة لا تنسى أن تزورني ولكن لا تقل للخدم إنك أخي تعرف مكانة الآنك كبير للتجار والزراع كان صاحب الجنتين يعتقد أنه غني بماله وجنتيه أما الفقير كان يرى أنه غني بإيمانه وثقته بخالقه ماذا بك يا روضة؟ لقد مرضت الشات الوحيدة ماذا نفعل الآن؟ سنحاول أن نداويها قدر ما نستطيع لم يعد بإمكاننا أن نحلب لبنه أو نستفيد منها في شيء الأصوب أن نسارع بزبحه اتق الله كيف أذبح شاة مريضة وأوذي الناس بلحمها؟ وهل سنطعمها ونسقيها دون مقابل؟ منذ جئنا إلى هذه الحياة والله يطعمنا ويسقينا ويرزقنا دون مقابل وهو غني عن عبادتنا له كنت أقصد كيف سنجد ما نطعم به صغيرتنا؟ لا تشغل بالك بما هو ليس لنا سيرزقنا الله فقد نشات الوحيدة يا تمليخ تمليخة أوه لله الأمر من قبل ومن بعد سأخذ تلك المسكينة وأدفنها تمليخة هذا خاتم زواجنا باعه باعه واشتري ما يلزمنا من طعام بل احتفظي به يا روضة إنني أجتهد في البحث عن العمل وأشعر بقرب انفراج الأزمة عندما تنفرج الأزمة اشتري لي غيره حفظك الله لنا يا زوجي الطيب سأذهب إلى أخي قرطوش إنه يملك جنتين كبيرتين وبالتأكيد يحتاج إلى جهدي وأمانتي أنت تعرفين أن الأعناب تفسد إذا لم تجن وتأكل في حينها أعرف ولكن ما علاقة ذلك بأن تأخذ زهبي وتبيعه أحتاج إلى مال كثير لأنفذ فكرتي وما هي فكراتك؟ نعصر العنب ونخبئه في قنينات من الزجاج ونتركه حتى يصير نبيذا رائعا ولكن الفلاحين من حولنا فقراء لا يجدون سمن الطعام فمن سيشتر النبيذ؟ يا لك من ساذجة سأبيعه في كل أنحاء الدنيا للأثرياء ووجهاء القوم وهكذا لنفقد ولا حبة عنب واحدة وتتضاعف ثروتنا آه الفكرة تبدو جيدة لقد درستها في كافة الوجوه صدقيني سنربح منها الكثير سيدي رجل يقول إنه أخوك تمليخة ينتظرك في الخارج لقد نسيته تماما ترى ما الذي جاء به دعيه في الحديقة وسأذهب إليه سبحان من هذا خلقه بارك الله لك يا أخي قرطوش أخي الحبيب ما الذي جاء بك؟ أوحشتني وفي الحقيقة هناك سبب آخر أخجل أن أذكره دعنا نتكلم ونحن نسير يجب أن أراقب الفلاحات أثناء جمع الثمار وإلا تكاسلنا جميعا لقد استغنيت عن رئيس العمال منذ أيام لعله لم يكن أمينا هو ذاك هو ذاك سبحان من يدبر لنا الأرزاق لقد قبلت قبلت ماذا؟ أن أعمل في حديقتك رئيسا للعمال قل لي يا تمليخة ما هي خبرتك في إدارة الحدائق؟ بإمكاني أن أتعلم انتظري أيتها الفتاة الحمقاء تمليخة سنكمل حديثنا فيما بعد هيا وانضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفارا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ما كل هذا الطعام؟ من أين أتيت به؟ رفق أتانا من عند الله روضة أين خاتمك الذهبي؟ كل، كل بالهناء والشفاء ما هذا الحظ الطيب؟ أراك مرتين في أسبوع واحد هذا كثير، كثير للغاية أشكرك يا أخي ولكني في حقيقة الأمر قلق عليك أنت قلق علي أنا؟ لماذا؟ أخشى أن لا تكون بخير وأنت الذي ستساعدني؟ بكل تأكيد أنصحك أن تنظر إلي وإلى نفسك جيدا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا الكبرياء لله وحده ألست أغنى منك؟ نعم، ولكن لا تنظر إلي بل ينظر إلى الجنة المترامية أمامك تأمل الأشجار والنهر والثمار والخضر هل تتخيل يوما أن تضيع هاتان الجنتان؟ كل ما يملكه الإنسان مملوك لله وهو بيد الله إن شاء أبقاه وإن شاء استرده فخرج من يد البشر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا هذا كلام مرسل لا دليل عليه تعال لي أصطحبك في رحلة إلى جنة أخرى هيا، انظر إلى أي اتجاه تحبه إلى جنة هذه أو جنة تلك أنصحك يا أخي أن لا تغطر بالنعيم الزائل زائل؟ كيف تزول الأرض؟ كل ما أمامك من صور ستخرج يوم القيامة من يدك وتعود إلى الله فقيرا يوم القيامة؟ يؤسفني يا عزيزي أن أبلغك أنه ليس هناك يوم للقيامة هذا أمر لا يصح فيه المزاح لست أمزح إنني أؤمن بما أراه وألمسه بيدي أنتم تتحدثون عن جنة سيدخلها المؤمنون بالله وأنا قد استغنيت بجنتي هاتين عن جنتكم لا تكفر يا قرطوش لو كان هناك يوم قيامة كما تعتقد فسوف أعمل فيه باحترام باحترام يليق بثرائي وسوف أجد خيرا من هاتين الجنتين في الآخرة إنني أرثي لحالك يا مسكين أنت ترثال حالي؟ لماذا؟ لقد أنعم الله عليك وامتحنك بالسراء وكان ينبغي أن تشكر الله على نعمته لو أنك قلت وأنت تدخل بيتك أو جنتك ما شاء الله لا قوة إلا بالله لحفظ الله لك ما تملك وما أظن الساعة قائمة وإن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا أنت تتحدث وكأن الحدائق ستزول ستتبخر من على وجه الأرض من يدري قد يرسل الله عليها عاصفة من السماء فتصبح خرابا عاصفة من السماء وهل ستشرب العاصفة ماء النهر أيضا؟ قد يجف النهر أيضا فلا تجد ريا للزروع أنت تلجأ إلى الله لأنك فقير لو كنت غنيا مثلي لم احتجت أن تلجأ إليه وأنت تكفرك الكفار يا قرطوش بل أخشى أن أقول قد صرت واحدا منهم ما الذي قاله لك أخوك وجرح شعورك إلى هذا الحد إن لي لا أبكي منه بل أبكي علي لقد أعماه حب الدنيا والاخترار بها حتى نسي فضل الله لا أدري ماذا أقول لك ليس ما تحكيه جديدا بالنسبة لي أنت مظلوم في أخيك انصرف الفقير بعد حواره حزينا على أخي وآوى الغني إلى فراشه ونام وخيم الليل على الجنتين هدأ كل شيء وسكن كل شيء هذا السكون الذي يسبق العاصفة لماذا تبدو متوترا يا قرطوش؟ هل أعد لك قدحا من الحليب الدافئ؟ بل قدحا من النبيذ المعتق وسأمشي قليلا في حدائقي الآن؟ نعم أريد أن أملأ صدري من هواء الجنتين وأتفقد ثروتي وأملاكي التي يظن الأحمق أنها قد تضيع تدافعت في السماء سحب كثيفة راحت تتجمع وتقترب في موكبها الكوني مثل جيش غامض يحتشد لأمر مقدر الجو صار شديد البرودة من أين أتت كل هذه السحب فجأة؟ هيا أيتها الخيول الكسولة ليس بهذه السرعة توقف عن الرقد هكذا ما هذا؟ أي رياح تهب في هذا الفصل من السنة؟ انطلقت الرياح من أعنتها كأن شياطين الجحيم تطاردها وبدأت العاصفة يزداد عنفها ثم هوت العاصفة على الجنة لا أصدق أشجاري تطير كأنها أوراق يابسة أين أولادي الشباب الأقوياء؟ أين زوجتي وأسري؟ أين الخدم والحرس؟ حين أشرقت الشمس على المكان أطلت على مشهد لا علاقة له بما كان قائما منذ ليلة اختفت الجنتان كما لو كانتا رسما محاه صانعه بعد أن رسمه آه أين ذهب النهر يا علياء؟ لكأنه جرعة ماء شربتها الأرض بعد عطش آلاف السنين سأذهب إلى بيت أعمامي لأجد الماء والطعام لقد أنفقت كل مالي وكل عمري في العناية بهذه الأرض لا تجلس كالعاجز وفعل شيئاً إنك أنت السبب فيما جرى لي جعلتني أكفر بالله وأشرك به صنماً لا يضر ولا ينفع لم يرغمك أحد على هذا لا جدوى من الحديث معك ألا يوجد من ينصرني أو يقف معي في هذه الدنيا؟ تستطيع أن تنصر نفسك يا أخي كيف؟ كيف؟ تتوب وترجع إلى الله وتنقذ نفسك الآن إن الفرصة ما زالت سانحة أمامك الآن ألا ترى الخراب من حولك؟ أية فرصة؟ الفرصة في أنك حي ولم تمت أدرك نفسك بالتوبة وعد إلى الله إن أردت النجاة والقوة فلا قوة إلا بالله ولا نصر إلا من الله ولا أمل إلا في الله فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا